الأهلي بكرة إن شاء الله حيلعب مع نادي الإسماعيلي في تاني مباريات كأس الربط إيه اللي حيحصل؟ زميلنا محمد توفيق من برج العرب من مقر إقامة النادي الأهلي طمنا على بعثة النادي الأهلي زكا توفيقه طمنا على بعثة النادي الأهلي سيار الخير كابتن إسلام تحية الحضراتك كل مشاهدة ومتابعة قناة النادي الأهلي في كل مكان بالفعل مع حضرك من هنا من محافظة إسكندرية وبالتحديد مدينة برج العرب من داخل فندق قامة بعثة الفريق الأول لنادي الأهلي زي ما حركت ذكرت بيستعد إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي غدا إن شاء الله في إطار مباراة الجولة التانية من المجموعة التانية من كأس الربط الأندية المحترفة يمكن النادي الأهلي اختتم استعداداته لهذه المباراة على ملعب مختار التتشي بالجزيرة النهاردة زهرا سفر عصر إلى إسكندرية الفريق وصل قبل غزالات المغرب بقليل يمكن كان فيه محاضرة المستر بيتسو مسماني مع جميع اللاعبين في تمام السابعة مساء عقبها وجبة العشاء في تمام السابعة والنصف ومن بعدها يمكن اللاعبين كلهم خلدوا للراحة في الغرف بتاعيتهم يمكن كابتل صاحب حفيز الزجتمع كمان مع اللاعبين وحسوهم وحفزهم عنهم بفرصة كبيرة تمثلوا النادي الأهلي وتلعبوا للفريق الأول وبكرة مباراة كبيرة أمام النادي الإسماعيلي اعتقد فرصة كبيرة جدا تعبروا عن نفسكم وتعبروا عن قيمة ومكانة النادي الأهلي يمكن أجواء أكثر من رأيه هنا داخل مدينة الإسكندرية يمكن كان فيه أمطار طوال اليوم ولكن توقفت منذ قليل درجة الحرارة يمكن منخفضة جيدة كابتل إسنام التي تعدى ست درجات مئوية نأمل إن شاء الله النهار بكرة أن أمطار ما تأثرش على أرضية الملعب السيد برج العرب لو تقام عليه المباراة وكمان يمكن عاز أقولك أن الملعب المباراة لا يبعد سوى عشر دقائق فقط عن فندق أقامة النادي الأهلي ويمكن ربع ساعة كمان عن فندق أقامة النادي الإسماعيلي لو يقوم في نفس المنطقة يمكن نادي الإسماعيلي بعد مباراة سموحة اللي كانت يوم الخميس الماضي أيضا في نفس يوم مباراة الأهلي وجونة كان فريق الإسماعيلي مستمر في معسكره هنا داخل مدينة برج العرب استعدادة لملاقات الأهلي غدا بإذن الله يمكن زي ما قلت حركة استعدادة أكثر من رأة يمكن التدريب الأخير النهاردة كان بيتم بشكل أكثر من رأة جميع اللاعبين شاركوا عدد المصابين طبعا إصابة صلاح محسن واللي هيغيب عن المباراة طبعا الجهاز الفني فضل إراحة أكثر من اللاعب من اللاعبين الأسسين وفضل الاستمرار فيه الدعم ووجود اللاعبين من فريق الشباب للنادي الأهلي لأطاقهم فرصة خلال هذه الدورة إن شاء الله يكونوا عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي ويقدم مباراة كبيرة يمكن اليوم بكرة إن شاء الله هنا في فندق القامة يكون كالمعتاد الفطار في التساع صباحا ومن بعدها يكون في وجبة خفيفة طبعا نظر لأن المباراة تقام في السنة والنصف زهرا ويمكن التحرك هيكون من هنا من فندق القامة إلى ملعب المباراة في تمام الواحدة زهرا بإذن الله إن شاء الله نتمنىها مباراة قوية لفريق النادي الأهلي وござي 저희 قد دائما لأهل ممان حضر إن شاء الله يكون شباب ونشئ النادي الأهلي مدعمين ببعض اللعبة مع الكبار يكون إن شاء الله عند حسن ظن جمهور النادي الأهلي ويقدموا مباراة كبيرة لك بالنادي الأهلي خاصة زي ما حالك عارف كابت الاسلام مباراة النادي الأهلي والإسماعيلي هي مباراة مهارية من أحد كلاسيكيات الكرة المصرية بغض النظر عن ترتيب النادي الإسماعيلي في الدوري لكن طبعا الفريقين كانوا البطولة اللي بتقابلوا فيه أمكان دي أول مرة هتقابلوا في بطولة كأس الرابط للأندال محترفة لكن إن شاء الله تكون مباراة كبيرة إن شاء الله النادي الأهلي يكون التوفيق حليف وإن شاء الله فيها هذه المباراة ويقدم مباراة كبيرة وتكون يعني زي ما بنقول بعد التعادل مع الجونة تكونوا إن شاء الله بكرة أول سلاسلة انصارات وتحقيق سلاس نقاط إن شاء الله في مشوار البطولة بقيرة الكابتن محمد الصباحي نتمنى كمان لطعمة تحكيم التوفيق ونشوف مباراة طليل بإسم الفريقين ونشوف أجواء أكثر من رأينا داخل مدينة الأسكندرية تختتم وتكلل بفوز النادي الأهلي إن شاء الله يا رب إن شاء الله أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق من مقر إقامة باعثة النادي الأهلي طبعا في الأسكندرية في برج العرب